اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الجديد الذي هو بعنوان التربية العقدية للأبناء هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الآباء والأمهات في تربية أبنائهم تربية عقدية وكذلك هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المعلمين في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي في كيفية إيصال العقيدة للطلاب فالهدف هو كل مرب لديه أبناء في هذه المرحلة والهدف كذلك ليس هو أن أذكر وسائل عديدة إنما فقط إشارات وأحتم بذكر المضمون ثم كل مرب يأتي بوسائل كما يحب أيها الأحبة في الله كل من أراد أن يكون ابنه أو تلميذه متربي على أخلاق فاضلة وناجح في دراسته وبار بوالديه وأمين في تعاملاته تريد أن يكون ابنك متربيا ابدأ بتربية تربية عقدية من أبرز ما يدلك على همية تربية الأبناء تربية عقدية أن الإبن لو كان بارا بوالديه لو كان محافظا على صلاته لو كان عنده من أعمال الخير الشيء العظيم لكن عنده شك مثلا في وجود الملائكة لا يؤمن بالملائكة شك في وجودهم عنده ضعف في الإيمان باليوم الآخر أو لا يؤمن باليوم الآخر هذا الإنسان تدينه بالإسلام غير صحيح لا يصح تدين الإنسان بالإسلام حتى يؤمن باركان الإيمان الستة كاملة كذلك أيها الأحبة في الله إذا كان هذا الإبن مصليا صائما لكنه عنده اعتقادات في أن الجن مثلا يجلبون النفع ويدفعون الضر عنده اعتقادات في الأموات أنهم يمكن أن يغيث الإنسان أن هؤلاء الأموات ممكن أن يدخل الإنسان الجنة وينجونه من النار هذا الإنسان لا تقبل منه الأعمال الصالحة إذا كان يظن أن هناك شركاء مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو يستحقون العبادة مع الله جل جل أعماله الصالحة لا تقبل منه كثير من الآباء يقول ابني ضعيف في أمر الصلاة ضعيف في أمر الصيام ضعيف في بر الوالدين ويشعر بصعوبة في التزامه بالصلاة في الجمع إذا أردت أن تسهل على الأبناء الاستقامة على الدين ابدأ بتربيتهم بالعقيدة التربية العقدية تذيق الأبناء المحافظة على الصلوات والصيام وقراءة القرآن تذيقهم حلاوة لذلك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار حلاوة الإيمان لا تذاق إلا بصحة المعتقد تريد أنك متمسك بالدين وهو وسط في تمسكه بالدين بعيد عن طريق الغلاة بعيد عن طريق الجفاء علمه العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة تحفظ الإبن من الانحرافات الفكرية سواء ذات اليمين أو ذات اليسار كذلك هذه العقيدة الإسلامية تزود هذا الإبن بمعرفة صحيحة عن نفسه عن السماء عن الأرض عن الكون عن الحياة الدنيا عن الآخرة فالعقيدة الصحيحة تجعل تصورات صحيحة لهذا الإبن و لذلك هو بعيد عن هذه الحرافات أو عن الخيالات أو التواهمات كذلك هذه الجوارح لا تسلس مع الإنسان وتكون مطيعة له في فعل الخيرات مبتعدة عن المعاصر والمنكرات تريد من ابنك يكف سمعه عن الحرام يكف بصره عن الحرام يكف لسانه عن الحرام أملى قلبه بالعقيدة فإذا صلح القلب صلح السائر الجوارح كذلك أنت تريد أن يكون ابنك ابنا سعيدا سعيدا في الدنيا مطمئنا منشرح الصدر بعيد عن الضيق والهم والكرم وتريد له جنة عرض والسماوة والأرض أصلح عقيدته فإن العقيدة الصحيحة سبب للسعادة في الدارين هذا الدرس يا إخوان أريد أن يكون نسميه حيث نبدأ في تعليم الأبناء الدين الإسلامي ما هو الدين الإسلامي ونريد أن نعلم الأبناء مراتب الدين الإسلامي ونريد أن نعلم الأبناء أينما كانت العقيدة في الدين الإسلامي في هذا الدرس هذا الدرس نستخدم فيه الشجرة والسلالم الثلاثة هذا الدرس الأول للأبناء نأتي لهم بشجرة ونقول الشجرة يا أبناء ماذا لها؟ لها جذور في باطن الأرض وماذا لها؟ لها ساق ولها فروع ولها أوراق ولها ثمار يا أبناء هناك علاقة بين الجذور وبين الساق والأوراق والفروع هذا نتحدث عن الشجرة الآن كلما غذينا هذه الشجرة في جذورها أعطيناها الماء أعطيناها الغذاء النافع ماذا يحصل للشجرة؟ شجرة تكبر وشجرة تثمر وهكذا أي شجرة نضعها من غير جذور هذه شجرة صناعية ليس شجرة حقيقية وأي جذور نصب عليها مثلا بنزين نصب عليها ما يفسدها فإن هذه الجذور تموت بالتالي الشجرة سرعان ما ستسقط وتموت وتنتهي نقول يا أبناء الدين الإسلامي ديننا الإسلامي مثله مثل الشجرة فكما أن الشجرة لها جذور في باطن الأرض الدين الإسلامي له جذور في قلب الإنسان أصول وأركان تتعلق بقلب الإنسان وكما أن الشجرة لها ساق وفروع خارج ظاهرة على الأرض ظاهراً كذلك الإسلام الدين الإسلامي له أركان تظهر على جوارح الإنسان كلما أعطينا هذه الجذور الموجودة في قلب الإنسان الغذاء كلما كثرت أعمال الإنسان الظاهرة في الدينية المتعلقة بالدين الإسلامي وكلما أثمرت صلاح على جوارحهين وكلما أحملنا الغذاء المتعلق بالقلب كلما ضعفت أعمال الجوارح وكلما كثرت أعمال الجوارح دل ذلك على أن القلب قد وجد غذائه أيها الأبناء الدين الإسلامي له جانبان جانب غيبي يتعلق بقلب الإنسان ويقوم على ستة أركان هذا الجانب الغيبي المتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقضاء والقدر هذا يا أبناء يسمى عقيدة يسمى إيمان ويسمى عقيدة والجانب العلاني الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح سواء باللسان أو باليد والنجل وهكذا هذا الجانب الظاهر من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح والذي يقوم على خمسة أركان وهي الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج هذا الجانب يسمى إسلام ويسمى شريعة وإذا أحسن الإنسان الجانب الغيبي المتعلق بالقلب أحسن فيه فراقب الله سبحانه وتعالى فيه وأحسن الإنسان في الجانب المتعلق بأعمال الجوارح يسمى هذا الإنسان محسن فهذا هو ديننا الإسلامي دين الإسلامي إسلام وإيمان وإحسن نأتي بالسلام الثلاثة نقول السلم الأول هو سلم الإسلام في الدين الإسلامي فمن نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما قلنا الله أكبر دخل في الدين الإسلامي فإذا استقر الإيمان في قلبه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل قلنا الله أكبر صعد الدرجة الثانية درجة الإيمان فعبد الله سواء في أمور عقيدته أو في شريعته كأنه يرى الله أمامه ومستشعر رقابة الله عز وجل عليه نقول الله أكبر صعد الدرجة الإحسان ثم نستخدم بعض الأسئلة للأبناء حتى يتقنوا هذا الأمر نقول الدين الإسلامي ما هو يا أبناء الدين الإسلامي هو العبودية الخالصة من الفرد لله سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير الدين الإسلامي هو عبودية خالصة من الإنسان للرب جل جلاله ثم نسألهم سؤال فنقول بما نراه محققا للعبودية لله بما نراه فسيقولوا نعم نقول لا خطأ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت هذا العبودية الخالصة لله لا بالأهواء ولا بالأراء إنما بما شرعا وجاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أين في بيوت سيقولوا في بيوت الله في المسائد نقول هذا خطأ إنما تكون العبودية الخالصة لله بما شرعا في جميع مناح الحياة هذا هو ديننا الإسلامي ثم نختم هذا الدرس بالنسبة للأبناء أيها الأبناء هذا الدين الإسلامي من تمسك به ضمن له سعادة الدارين ضمن له أن يكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة من تمسك بهذا الدين الإسلامي أيها الأبناء ضمن له صلاح البدن وسعادة القلب أيها الأبناء من تمسك بهذا الدين الإسلامي ضمن أن يكون فردا صالحا وإذا كان المجتمع متمسك بهذا الدين الإسلامي ضمن كذلك صلاح المجتمع فبالدين الإسلامي سعادة الروح والبدن بالدين الإسلامي صلاح الدنيا والآخرة بالدين الإسلامي صلاح الفرد والمجتمع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا صلاح المعتقد وأن يرزقنا الهداية لأبنائنا جميعا وصلى الله وسلم وبرك على عبد ورسول محمد وجزاكم الله خيرا شكرا